السلام عليكم ورحمة الله. اليوم لدينا المحاضرة الأولى من مادة المكتبة أصول البحث. اليوم سوف نكون لدينا الأولى من المكتبة الأولى من المكتبة الأصول البحث. في البداية نأخذ الهدف من المادة. فالهدف يكون هو تمكين الطلاب من كتابة البحث وكيفية اختيار وكتابة مصادر منظمة وكيفية اختيار الموضوع المناسب للبحث. وهذا الكورس سيطور قدرة الطلاب لكتابة البحث. في المحاضرة الأولى في المحاضرة الأولى لدينا 4 أسئلة والإجابات عنها. أربعة أسئلة والإجابات عنها نأخذها بالمحاضرة الأولى إن شاء الله. فس عندنا السؤال الأولى. الآن لدينا السؤال الأولى. أخذ المحاضرة. أو ما تفعل ذلك من المحاضرة الأولى؟ عندنا صيغتين للسؤال. فالجواب يكون التعريف البحث هو تقرير رسمي لبحث علمي تحقيق تجي أو بحث. فعندنا السؤال الثاني. What are the forms of a research paper؟ ما هي؟ الفورمز الأشكال لدينا 5 فورمز. فيذا بقية الأولى المحاضرة um dossiers وكيف سوى ثقوات سمية السمية لحلقة الدراسية يعني قد يعمل أشكال سوى ثقوات سوى ثقوات سمية مقالة لمجلة محترفة تقرير لمجلة لتجربة علمية تقرير لمجلة لتجربة علمية طروحة أو رسالة ماجستير للحصول على درجة معينة الآن لدينا سؤال الثالثة كيف يمكنك تقرير مجلة لتجربة علمية كيف توثق البحث؟ توثق البحث كمبني على حقائق وملحظات تجارب وأدلة ممكن القرأ أن يتحقق منها يجب أن تقرير مجلة لتجربة الآن لدينا سؤال الثالثة في هذه القرأة مالذي مختلفة علمية؟ أخذنا الخمس أشكال استعدنا الأنواع لدينا دو مختلفة أقرير و أقرير أقرير و أقرير أقرير و أقرير أقرير و أقرير أقرير تجربة أو تحقيق أو بحث مواد منشورة موجودة في المكتبة بعد هنا انتهت المحاضرة الأولى